بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة عن العمليات اللي بتعمل على السجنل في عمليات او سجنل بتعمل على السجنل اللي هي الشفتينج والسكيلينج والاينفرشن ايه التلاتة دول طبعا الشفت اللي احنا نوعا ما عارفين يعني ايه الشفت يعني مسلا سجنل زي كده انقلها يا يمين يا شمال يعني هي دي هي السجنل هي ديان بس ايه تحركت دي جبناها كده شوية اللي هي الاخيرة واللي تحتها دي جبناها يمين شوية طيب انا عشان عايز احرك السجنل دي لليمين يبقى اه همشي زائد وعشان اجي للشمال همشي نقص طيب تعالوا نشوف مسال احسن من القلق ده كله احنا دلوقات هنتكلم عن في الاول آآ جايب لي زي كده ومديني الرسمة ديان وبقول لي انا عايز ايه جي تي ناقص تلاتة جي تي ناقص تلاتة عشان اجيبها بقوم عامل ايه بقول له كيو تي بيساوي الجي تي ناقص تلاتة اللي هو طلبها مني في السؤال طيب انا معاي الجي تي هنا فانا عايز اخلي دي جي تي عشان اعرف اتحكم فيها وجبه الجديدة السلب تلاتة دي هتروح للمة التانية يبقى كيو تي بيساوي تي زائد تلاتة بتساوي الجي تي يعني انا ايه هزود على ديان آآ يعني هاخد التلاتة اللي هنا هو الده للمة التانية فتبقى كيو تي زائد تلاتة بيساوي الجي تي طيب انا هاخد الكيم اللي في محور السين انا ماليش دعوة بالكيم اللي في محور الصاد اللي هو النص والسالب واحد ماليش دعوة به في الشيفت احنا منحركش حاجة من لغبطش حاجة في محور الصاد احنا بنحرك بس على محور الاكس فانا عندي كيم للسيجنال كام ستة واثناشر وخمستاشر واربعة وشرية هوم جاي حاطيتهم هنا مكان اللي بتاع الجي تي يبقى ستة واثناشر وخمستاشر واربعة وشرية تمام وارح هحسب بقى ايه الكيو تي الكيو تي بتساوي كام آآ الكيو تي بتساوي الستة اللي هي اللي كانت تي زائد التلاتة يبقى تسعة وبعدين اللي اتناشر زائد التلاتة خمستاش خمستاشر زائد التلاتة تمنتاشر بقى وشرين زائد التلاتة اللي هو سبعة وشرية شفتوا القيام الجديدة دي القيام الجديدة دي هي اللي هتمثلها على محور الصاد الجديد. يعني ايه? هنجي على المحور ونقول له ادى التسعة وحدد له الخمستاشر والتمنتاشر والسبعة واشرية. واشد نفس الخط نفس شكل الرسمة عليهم. كده احنا حرقناها بقيمة تلاتة على يمين. ومحور الصاد زي ما هو السلب واحد والواحد. ده ده اللي هو طريقة الحل العادية. طيب. في حاجة بتمشي بها بالمبدأ ده. هو عايز ناقص يبقى هتزود. عايز زائد يبقى هتناقص. عايز اسمه يبقى هتضرب. عايز ضرب يبقى هتقسم. يعني ايه? يعني هو ايه اللي هنا. عايز جي تي ناقص تلاتة. يبقى هتزود. مش هيكت ستة. لا يبقى كوما الجديدة بتاعت الستة دي هتبقى تسعة وواحد. الواحد سلب واحد مع سلب معه. سابت يعني. وبعد كده الاثناشر هتبقى خمستاشر. الخمساشر هتبقى تمنتاشر. والاربعة وعشرين هتبقى سبعة وعشرين. من غير ما عادة عمل الكيو دي. بس طبعا يعني دي خطوات رسمة بنعرفها برضو. آآ وكل كيمة يعني الستة كتو سلب واحد. الكيمة الجديدة بتاع الكيو هتبقى برضو كسلب واحد. اللي هنا مسلا كان اتناشر وصفر. الكيمة الجديدة برضو هتبقى وصفر. يعني محور الصلاة سابت مفهوش مش هنغير في حاجة. وده كده ايه? حل المسألة. طيب. آآ اتكلمنا كده عن انا بازن الله بحل مسال تاني او مسالين يعني هجيب حاجة مختلفة. بس ايه نكمل المحاضرة دي الاول. يعني ده شرح ملناش ضعب الشرح. انا همشيها من المبدأ اللي احنا قلناه. قلنا لو ضرب هنقسم. لو اسمها هندرح. لو جمع هنطرح. لو طرح هنجمع. طيب هنا ايه اللي عايز جي تلاتة ايه. يعني دلوقتي هضارب. انا دلوقتي هقسم. هقسم ايه? هقسم برضو القيم بتاع محور السين. يعني انا مليش دعوة بقيم محور الصلاة. طيب يبقى دلوقتي هتبقى ايه? الواحد ده هيبقى. والسلب واحد يبقى سلب تلت. والسلب تلاتة هيبقى سلب واحد. اللي هو هقسم على التلاتة. تعالوا نشوف الرسمة الجديدة. اهي. تلت وسلب تلت وسلب واحد. من غير الهاري ده كله. بس انت طبعا ايه? يعني تحسبا بتعمل الخطوات. هتقول لك يوتي بيساوي جي تلاتة تي اللي هو طالب وتقسم عتيه هناك. وتروح تاخد كل القيمة من التيه. وتعوض بقى فين? في التي على تلاتة. ويطلع لك النتج الجديد. وطبعا قيم المحور الصلاة سابتة. سابتة في كل الانواع دلوقتي هربع انواع. طيب. كده ده ايه? السكيلينج. فاضل ليه? الانفرشن. الانفرشن. هو دلوقتي عامل ايه? يعني عايز الجي سالب تيه. طيب هو اعتبرها رقم مضروف في التيه واقسم عليه. يعني هنا مسلا كان اه فين بتاع محور السين سالب اه اتنين وخمسة. قلنا ماناش دعوا بقى وايه ايه? هبuchar محور الصاد. ودل رسمتين يبقى. سالب اتنين وخمسة. احنا هنا ضارب. يبقى انا هقسم يبقى هقسم تبقى ايه? يبقى السالب اتنين دي تبقى اتنين. يبقى راحية اللمه تانية كده. اللي هتعاكس ات زي كده. خلصت الرسمة دي روح على الخمسة التانية. يبقى الخمسة دي تتسم على السالب واحد اللي هو تبقى سالب خمسة. يبقى تروح اللمه تانية. يبقى محور الاصطات ثابت وغيرنا بس محور ايه السين. ده